عامان ونصف على مأساة هؤلاء النازحين من جحيم الحرب في الوازعية بتعز استقر بهم الحال في مدينة طور الباحة التابعة لمحافظة لاحج امتدادهم الجغرافي والسكاني لكنهم وجدوا أنفسهم منبوذين من الدولة والمجتمع والمنظمات الإنسانية ساكن مجازي ليس أكثر فصورة تكشف عن الحقيقة إنهم يمكثون قصرا على أطراف السوق في منطقة خلاء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وتنال منهم قصوة الطبيعة من شمس حارقة ورياح وأمطار ما تنال منهم ومن أطفالهم أتلفت خيامهم المهترئة أصلا وبقوا على حالهم من التهميش في هذه المنطقة ليس هذا وحده ما يجعل حيات هؤلاء قاسية ولا تحتمل فالكوليرا والسل يهددان أكثر من مئتين نازح في هذا المخيم الفقير من كل الخدمات الأساسية تقريبا لا يبعد هذا المخيم الفقير جدا إلى كل شيء كثيرا عن مدينة عدن مركز السلطة الشرعية أو هكذا يفترض ولا يسمح لسكانه بالانتقال إلى أبعد من ذلك أو حتى لإيصال رسالتهم إلى المعنيين يطلق هؤلاء ما بقي لديهم من صوت علّه يصل إلى المسؤولين والمنظمات الدولية لإنقاذهم من الظروف المعيشية السيئة التي تعصف بهم ويحتاج هؤلاء الأطفال إلى العناية الطبية العاجلة ناهيك عن المأوى والمأكل والمشرب النازحين في مخيم مديرية طور الباحة وبالذات في جانب السوق إذا قوز عددهم إلى 259 نازح من محافظة تعز هناك عاقة هناك أمراض متفشية داخل مخيم وهناك عاقات عندنا وصلت لعاقات أطفال وكبار السن إلى 18 حالة عاقة لا توجد خدمات صحية موجودة للمعواقين داخل مخيم وإذا خدمات صحية للأمراض المستعصية مثل الكوليرا وأمراض متفشية داخل مخيم لهذا نطالب جميع المنظمات العاملة في هذا القانب إلى لفة النظار إلى مخيم طور الباحة قليل جدا ما يحتاجه هؤلاء خيمة وبطانية وكسرة خبز وقليلا من الماء لا شيء من هذا يصل إلى هؤلاء كما تقول هذه المرأة نحن الآن قالسين تحت الشقرة يا أخواني بسبب الشمس الذي أحرق النحن ما بيش معانا ضلال الخيام حقنا تقطع من الريح والأمطار وعواصف أقاع علينا وشلت الخيام وخرقنا نقري ندور لنا قواني طرابل ما معاناش مخيم ما معاناش ونحن لأقل قتل قراطس نقماش قهالنا كل ما يحتاجه هؤلاء هو وساطة خير تقوم بها أدوات السلطة الشرعية أو ما بقي منها مع المنظمات المانحة ومركز الملك سلمان لانتشالهم من وضع من المؤكد أن الآلاف غيرهم من النازحين يعيشونه أو يعيشون أسوأ منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر